المسألة الثانية معنا وهي مسألة تتعلق بصفة حفظ ومراعاة هذه الضروريات الخمس أو المقاصد الخمس أو الكليات الخمس إذا تأمل المسلم هذه النصوص الشرعية سيجد أن حفظ هذه الكليات الخمس ينظر له تارة من باب الوجود وتارة من باب العدم وعلى ذلك فإن كل ما أمر بفعله فإنه يكون لأجل وجود المصلحة وكل ما نهي عن فعله فلأن الفعل المنهي عنه وجوده يخالف وجود المصلحة فيكون مفسده فأنت إذا استقرأت النصوص إنشاءات أو إخبارات فتجد أنها يكون فيها حفظ هذه الضروريات إما من جهة الوجود فيما أوجبه الشارع أو ندب إليه ويدخل في ذلك أيضا المباح أو من باب العدم وذلك أن العدم هو نهي عن ما يناقض ويخالف أو يضاد هذه المصالح أو يقدح فيها ويمنع من وجودها فالحفظ تارة يكون من جهة الوجود وتارة من جهة العدم وهذا معنى قول بعض أهل العلم إن النهي مآله إلى الأمر فإن النهي في الحقيقة هو أمر بالترك هذا من جهة ومن جهة أخرى فإننا إذا تأملنا النصوص الشرعية فيما يتعلق بحفظ هذه المقاصد الكلية الخمس سنجد أن حفظها تارة يكون من باب الضرورة وتارة من باب الحاجة وتارة من باب التحسين وبعضهم يزيد ما يكون من باب التكميل وإذا استقرأت الأوامر الشرعية سواء كانت ندبا أو إجابا فإنها لا تخرج عن هذه الأمور الأربع وما كان من الضروري والحاجي فهو أمر أو نهي على سبيل اللزوم بالإجاب أو بالتحريب وما كان من باب التكميل والتحسين فهو ما يكون من باب الندب أو الكراهة أو الإباحة وعلى ذلك لا يكاد يخرج حكم من أحكام الشريعة عن هذه الأحوال إما أن يكون حفظا من جهة الوجود أو حفظا من جهة الأمر بالعدم وقد يكون الحفظ على سبيل الضرورة أو الحاجة أو التحسين أو التكميل هذا هو الأمر الثاني وتطبيقات هذا الأمر طويلة وما طرأ في ذهنك من أحكام لا بد أن يندرج في ذلك بطريق أو بآخر ترجمة نانسي قنقر